السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والتحية طيبة لجميع المتتبعين داخل أرض وطن وخارجه في هذا الفيديو بغيت نتكلم معكم على المونديال والأجواء دي المونديال أو المناخ اللي كان فيه هذا المونديال هذا وبغيت نتكلم معكم أيضا على شيحويج اللي لاحظناها واللي اكتشفناها وشيحويج اللي خصنا نحتاطو منها احنا كأمة عربية أو أمة إسلامية فنبدو على بركة الله أول هام واش المغريب كان بإمكانه أنه يفوز بكأس العالم الجواب نعم ماشي كان بإمكانه وإنما كان غادي يفوز بكأس العالم نظرا المستوى اللي ظهر به الناخب الوطني المغربي فكانت كفاءة كبيرة ما كانش عند لعب واحد وإنما كانت ديال جميع اللعباء اللي كانوا في المنتخب كلهم كفاءات عالية واللي لا الحمد اللي ما غا تكونش أو ما كانتش عند باقي الفرق الكبرى اللي كانوا كراهنوا على النجم ديالهم الأوحد أو الوحيد بينما في المغريب كانوا كلهم نجوم والشي لحظوه المحللين الرياضيين والناس المحايدة واللي كتفكر بعقلها ماشي كتفكر بالحقد وبالظلامية هالجانب ندوزوه واش المونديال فيه الشفافية وما فيهش المحسوبية وما فيهش الكولاسة المونديال ما فيهش الشفافية وما فيهش العدل وإنما فيه المحسوبية والكولاسة والتخطيط على شكول اللي غيفوز بكأس العالم قبل ما يوقع كأس العالم أو يتلعب كأس العالم وهذا كان بشهادة ديال الكبار الرياضيين أو الأبطال لمنهم اللي يمشى من هاد العالم ديالنا على سبيل المثال دياغو مارادونا اللي كانوا سولوه فاحد الفترة هش كول اللي غيفوز بكأس العالم وقال اللي هم سولوا الفيفا لكن هاد شي باللينا بعض المرات كنشوفوه هنا وهناك هاد منجيم هاد منجيمة قالت هاد الفريق غيوصل أو واحد الفئة معينة غاد وصلت للنصف وهاد غديه يعني بمعنى أن هاد شي مسرب ليه عن طريق تلك الأبواق لأن لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى فا كما الخبار اللي تنشر وهو كنا شافنا بعض الفروق العربية أنها شاركت وكانت تطرح تاكم سألات ديال فريق عربي غيوصل النصف النهاية في دولة عربية بتوصل الى نصف النهائة في المونديال كأس العالم الفين واثنين وعشرين صحيح لأن هاد الفرق اللي وبحال مثلا المتخب السعودي اللي فاز على الارجنتين اللي هي اللي ذات الكأس والفريق التونسي اللي فاز على الفريق الفرنسي اللي لعب في النهاية والمغرب بطبيعة الحال اللي وصل لنصف النهاية واللي خرجوه بالدسائس وبالتحكيم المزور وبالتحكيم اللي هو اللي شفناه في المقابلة ديال النصف النهاية ما تخدمش فيه الفار ما تخدمش فيه تشي حاجة كأننا لاعبين في الف وتسعمية وتلعتين ودهك شي واضح العيان بينما كنا نشوفه في النهاية أن غير لاعب كي قيس لاعب كيتحسب ضرب الجزاء لكن في المغرب شفنا ناس لاعبين بحالة لاعبين الريقبي أو الكرة المستطيلة يعني العنف ديال بالصح وما كيتحسبش ضرب الجزاء هنا تعرف مسألة أخرى اللي طح فيها المغرب وسقط فيها الناخب المغربي مع كامل أسف وهي المسألة ديال القذايا القومية بحال حمل الراية ديال فلسطين من اللي كتحمل راية فلسطين هنا كيت تضرب عليك وكتقول لي مغضوب عليك وهذا شي شافناه في بعض اللعابة اللي كانوا كيساندوا داخل المضمار الرياضي أو داخل الملعب الرياضي مجرد أنه كيوحي القادية الفلسطينية إلا كيتم البطر دياله من لعبة كرة القادة زائد مسألة أخرى وهي الرمز الديني وهو السجود اللي داروه المنتخب الوطني واللي كان سجود ديالناس مؤمنين أو كده من طبيعة حال غيزعج الناس اللي كيناصروا قوس قزح اللي كان الكونتر دياله وإنما هنا السجود اللي خلاء جميع الناس كيتسألوا ما الغرب كلي فيهم كان كيحسبلوا أن دك السجود كيسجوه الجمهور فبالتالي قالوا لهم لا راكس يجدوا الله الواحد الأحد علائين نخرجوا من هذا الباب وندخلوا الباب ديالنا اللي كيهمنا احنا كمغاربة احنا كمغاربة وكما كتعرف أن لعبة كوات القدم كما كيقولوا الخبراء والمحللين والناس اللي عندهم دراية بهذا الأمر والناس اللي كيحاولوا أنهم يديروا دراسات حول كل الرياضة وشكل الفئة اللي كتزاولها فكرة القدم شكل كيزاولها كيزاولها الناس الفقراء كيزاولها الناس الجياع هما اللي كيمارسوا كرة القدم غيقول يا واحد لا راكيني الناس لأقليات بزاف أما رؤوس أو ملوك هذا الرياضة كلهم فقراء بما فيهم ميسي اللي كان بما فيهم مرادونا بما فيهم بولي وعداد ديال الرموز خرجوا من الفقر لأنها هي رياضة الفقراء المنتخب المغربي ما كانش بعيد على هاد الطرح وما كانش بعيد على هاد تحليل بالعكس النجوم والنجوم الكبار ديال المنتخب المغربي هما خرجوا من قاع الفقر خرجوا من قاع العوز خرجوا من ناس ديال الهجرة اللي هجرهم العوز يعني الفقر باش خرجوا من المغرب وباش يقلبوا على نقومة العيش في مكان آمين ووفر لهم العيش وكما يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب العز أرض الله واسعة ربنا ربه ليه لكن اللي علمنا فالشباب ديالنا المحترم اللي اعطى الدرس للعالم أجمع بالأخلاق دياله بالتدين دياله وبالإيمان بالقدايا المنصفة أو القدايا العادلة بما فيها القادية الفلسطينية بالطبع هنا ما اللي غنشوفوه كما قلنا هالوليدات اللي هما أبناء المهجر ولكن هما مغاربة وربوهم رجال مغاربة من قاع تربة المغرب وبينوه على وطنية منقطعة النظير وشي موشي مبالغة لأنه كيف يوقل أن إنسان كيشد مثلا خمسمائة مليون ربعمائة مليون تمينمائة مليون وكي لعد على القميص الوطني بشكل سبحان الله هذا ما بغيش فلوس غتعطيهم لي الجانعة وغتعطيه تطعيم ما غتعطيش هدو المبالغ لكيش تهوف شر ليه مبالغ ضخمة للغاية ولكن كي دافع على القميص الوطني إذن شكون هدو اللي يربحوا وشكون هدو اللي يهدوا كأس العالمي أو العرش للمنتخبات بل أزاح المنتخبات أباطرة هم أولاد الفقارة هم أولاد الشعب هم أولاد أبناء الهامش لأن أبواتهم نكرات ماشي ببوه وزير ماشي ببوه برلماني ماشي ببوه رجل أعمال ببوه عامل أمه عاملة من طبقة الضعيفة الهشة هي اللي هزت الدرابو ديل المغريب طبقة العاملة الهشة هي اللي خليت الكل كي كليكي أو كي ورك على الزر باش عرف اش كونه هو مروكو وفي نجاهد مروكو أولاد الفقارة اللي تحت لهم الفرصة وملي كانوا في حد المناخ أوروبي ليوفر لهم أنهم يبرزوا على المواهب ديالهم و القدرات ديالهم في المغريب كي يندب وملي كان قوله الدب ديال البشار ديالأدمغة ديالالطاقات ديالالمواهب في الجول الميادين لكن كي ينواحد الفيروس كي ينواحد الميكروب كي ينواحد الخبط ديالواحد الناس حاجمين على هاد الجواهر كي يخليوها كالدبل وكتموت وكتغرق وكتضيع وهما دول المستوى وهما اللي قابعين في المناصب سواء السياسية سواء الإعلامية سواء الرياضية أيضا فهد شي رهبان بللي كان شوفوا اش كونه تلاعب بالوراق اللي تعطوا فابور في قطر وعودوا فيهم السمصرة وعودوا فيهم فلوس أليس أبناء المستتميرين واحد منهم أليس أبناء السياسيين اللي شفناهم ومنهم برلمانيين إذن هنا كتوريك أن أولاد الشعب أولاد التربة كي يدافع على الوطان وبينما الناس اللي مرتاحين وعيشين في واحد دنيا مخملية هاد الناس كي يستغلوا حتى نجاح ديل هاد الناس كي يبغلوا بانوا فيه تاكي وصل عشي يقول لي لا هاد الناس خرجوا عن طريق هذا القنت أو طريق هذا القنت هذا والفاهم رك يعرف لا هاد الناس خرجوا بالمجهود ديالهم واللي نقبوا عليهم ولاد الشعب وتحية للأستاذ والمدرب اللي هو مدرسة جديدة وضيفة العالم وهو الرقراغي اللي هو بالتالي والشعب والطابقة المسحوقة وهاجر وهاجر والديه يعني وانشأ لنا هاد السيد هذا هنا من اللي غنرجعه خاصنا نشوفه خاصنا نرجعه لدواتنا لأنفسنا هاد الحال اللي هو عليه المغرب خاصوه يتبدل خاصة العقلية التغير لأنه كان نشوفه الإقصاء في المجال السياسي كان نشوفه نسكتل عبر البرلمان لم كلخين كان نشوفه الناس اللي ما عندهم تعالق بالسياسة وشادين زمام الأمر بينما الناس ولاد الشعب اللي قارين اللي متقفين اللي عندهم رؤية ومنظور طريق ما في القهوة يعطيك خريطة السياسية كي غادية ما يوصلش وما غايدوش علاش لأنه موش شكارة لم كلخ هو ليش هذا الأمر وما غايخليهش يدوز وما غايسمحش ليه يدوز فحنا شفنا من اللي لعبنا بالهوية ديالنا من اللي لعبنا بالشخصية ديالنا خلينا العالم كله كيتكلم باللعجة المغربية سير 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 لاللي فهمها ولاللي ما فهمهاش ولكنتق بالدريجة سير سير يقولوا مزعاقوا يقولوا سير 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 هزت أرجاء قطر والمغرب وبعد شوية الهوية ديالنا باللي فرضنا الشخصية ديالنا ما تستعنى ما كانش الاستيناع ما درناش بفرنسوية ما تكلمناش بفرنسوية لغة المستعمر لغة الزمط وفي الأخر لقينا روسنا أننا أمام واحد المسألة اللي هي الإنسان اللي كنتجي لابته كيتزل مقدار دياله ف من اللي سؤاله بونو وجاوبهم أن بونو كيتكلم بلاتة اللغات ولكن قال لي تكلم بلغته العربية وقال لي هم ماشي مشكلتي وبالفعل ماشي مشكلته هنا كان استرجع أمر وحد المسألة كتلقى في إحزاب واشي شفته وشاهدته في إحزاب مغربية كتلقى مثلا شي ضيف جي عندهم فرنسي إياك وقعها فيها واحد المئة شخص مغربي تخيل معادي مئة شخص المغربي قعها كلك تتكلم بالفرنسية على قبل هذاك الشخص معانا الأمر سهل أناش ما يتكونش الحوار كله بالعربية ويتكلف واحد بالترجمة لهذاك الشخص هناك تشوف الضعف والخنوع فمدام معانا وليدت فرنسا الخانعين الخينين فمع ممرنا ما غنزيد القدام أما الرجوع للمسألات ديال الكوب ديموند أو كأس العلام فهل كأس العلام فهما جسوا النبض وعرفوا واحد المسألة جديدة وقعت لهم في قطر ألا وهي شنا هي ألا وهي أن الأمة الإسلامية المحمدية كل حالة قلب رجل واحد وهذه رأي خلعتهم وهنا غي حاولوا بشتة الوسائل أنهم غي فرتكوا هذه الأمة هذه كن أكيدين أو كنوا متأكدين أن المخطط الجاي وهو ولخص نكون محادرين منه إحنا كأمة عربية أمة إسلامية أن نرى التفريقة غدخل بطريقة تاني جديدة لأن هذه مسألة أنهم من المحيط إلى الخليج كلهم تحدوا أو تحدوا على راية وحدة التي كانت راية المغربية كل شي هزها بل ماشي من المحيط الخليج بل الأمة الإسلامية كلها شفنا الطالبان وغيرهم هزين الراية دين المغرب فهذه ما غتكون سهلة بالنسبة لهم كما أن نقول واحد قدي أخرى أن المنتخب المغربي أولاد الشعب والطبقة المسحقة استعطوا أنهم يديروا الضبان لما ما يمكنش يوقع التشي دولة وهو من اللي كان نشوف أن الفلسطينيين يحتافلوا واليهود المغربة في إسرائيل أيضا يحتافلوا بالراية المغربية هذا ما عمرة ما غتكون ولكن دارها المغربة أولاد الشعب فتحية لولاد الشعب وخاص ولاد الشعب يدخلوا المضمار دينا أكتفي به القدر وإلى فيديو لاحق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله